كلنا في البيوت بنشوف ده مشهد معتاد كل يوم ابني أو بنتي قعد على الموبايل قعد على الايباد أو الكمبيوتر لساعات طويلة جدا أولا قبل مسأل هو بيتفرج على إيه أو بيشوف إيه علميا صح أن أنا قعد الفترة المسموح بيها كطفل أو كطفلة أسيب ولادي يعودوا فيها على يدخلوا الانترنت ويخشوا التطبيقات المختلفة هل في فترة أو ساعات معينة علميا دي تبقى نقدر نقول آمنة لابني أو بنتي يعني خليني في البداية طبعا بشكر حضراتكم للمشاهدين وتحية المشاهدين الكرام هذا مضام مضام مهم جدا وخليه نقول أن الرقم يعني المتوسط التمن ساعات اللي بيقضيها يعني يمكن فترة سنية صغيرة اللي هو متوسط كمان 15 سنة عايد على الانترنت عايد على التطبيقات عايد على الأعب الإلكترونية عايد على منصات تواصل اجتماعي ده عدد كبير جدا لو بنتكلم بقى الأطفال المسموح بيهم يعني يمكن عدد الساعات أو يعني السن اللي هو من بعد 12 سنة وخلينا طبعا منطقيين وخلييني أو أوضح حاجة لبعض الأسر بتسيب يمكن أطفالهم أصغر من 12 سنة يعني بنتكلم في سن 7 سنين و6 سنين و5 سنوات ده كل الأسر يعني خلينا نتكلم واقعيا يعني بيسيبه على الموبايل بحيث أنه يعني يبدأ أنه يعني يعني يسكت أو يهدأ أو أنه ما يعملش إزعاج وفلافه يعني طبعا ده خطر كبير جدا لما مثلا أسيب الموبايل معه في سن صغير جدا 5 سنين و6 سنين طب هو لما يبع عنده 12 سنة هيعمل يعني من قبل 12 سنة ما ينفعش أصلا يبع عنده موبايل يعني هو المفروض طبعا يعني يعني ما يسيبه ما أدرش يسيب له جهاز موبايل مفتوح يعني خلينا نكلف الواقع على الفكرة دي دراسة فعلا أنا لسه أرياها مبارح أنه قبل 13 سنة أو 12 سنة دي كرس على عقله 12 سنة لازم يبقى محدد يعني مقنن ولغاية 15 سنة لازم يبقى فيه كنترول على استخدامه حيث ساعتين سؤال مهم جدا متوسط عدد الساعت خلينا نقول للول المتوسط الطبيعي في حدود ساعتين على مدار اليوم مش ساعتين مرة واحدة يعني مش هديه ساعتين يفضل لخلص الساعتين وكده خلاص أنه هيب عايز يرجع تاني للموبايل ويقدر يلعب أو يستخدم التطبيقات وخلا فبالتالي لازم الساعتين تبقى مقسمة على مدار اليوم ساعتين اللي عنده 12 سنة يعني من بعد بقى احنا بنكلم 12-13 سنة يعني لو احنا عملنا كده بالعجز أنا بتكلم طبعا في الرقم اللي احنا بس يا رب رقم مثالي شوية رقم مثالي طبعا يعني رقم مثالي ولكن للأسف الشديد أي حاجة بتتعمل تانية غير هذا السلوك فهو خطر جدا على أولادنا وخليني أقول لحضراتك حاجة ايه خطورته خطورته أنه بيدمن حقيقة استخدام الأجهزة واستخدام اللي بيحصل إيه أنه بيدمن محتوى موجودة بيلعب أو بيتفرج على مصات تواصل اجتماعي أو زي ما احنا بتشوف بيتفرج على اليوتيوب ومحتوى متغير فكرة المحتوى اللانهائي هو بتفرج على حاجات الحقيقة ما بيوصلش لأخيرها فبالتالي بيحصل إدمان على تصفح هذا المحتوى فبالتالي لو أنا قلنا من هو قاعد على مدار اليوم ست ساعات أو خمس ساعات إيه اللي بيحصل هو بيفقد تركيزه تماما عن أداء أي أشياء أخرى هو المفروض في السنه ده أعماله فبيحصل زي ما حضراتك وضحته إنعزال طيب حل هنا بقى لما أنا أجبره أنه يستخدم عدد ساعات معينة والطفل أو السن الصغيرة بيقباره فيه تماما أنه يستخدم الأجهزة بشكل محدد المدة حل ده أنا بضره يعني أيهما ضرروا أكتر لا ضرر أكتر طبعا أنا أسيبه بمطلق الحرية أنه هو بيستخدم الإنترنت وبيستخدم يعني التصفح والأنعاب الإلكترونية بعدد اللي هي من الساعة لأنها بضمر حقيقة شخصية الطفل ولكن هنا بقى الرقابة وإن أنا فعلا أبدأ إن أنا أحط له إطار عام بدليل أسهلها يعني هو هينفع في سن صغيرة 12 سنة أسيبه كده ينزل من البيت ويبقى في الشارع ومعرفش هو فين أو بيعمل إيه أو لعدد ساعات يعني مفتوحة هو نفس الفكرة بالزبط هو إيه الفرق طب ما بين الشارع وما بين وجوده على الإنترنت هو الإنترنت هو عالم افتراضي بعالم موجود بالكامل وعلى فكرة هو ما بقاش افتراضي هو بقى ده العالم والواقع الطبيعي اللي كلنا حتى عايشينه فبالتالي أنا لن أتحكم في المحتوى اللي بيشوفه لن أستطيع أن أنا لما يقعد خمس ساعات أرجعه لطبيعة تاني هاخد ساعات تانية عشان أبدأ أرجعه لطبيعة زي بالضبط أعراض السحابة من الإدمان يعني ده اللي بيحصل بالضبط عند الطفل على أيامنا إحنا وإحنا صغيرين كان يجيبوا دايما في التلفزيون كده إيه المشاهير يقولك أنا بسمح لأولادي بساعتين بس في الأسبوع على التلفزيون مش على الموبايل بساعتين بس في الأسبوع النهار ده إحنا بننزل في أي خروج أي أم معها طفل صغير بجد يحط له الموبايل قدامه عشان يسكت بشغال بقى كارتون شغال مش عارف إيه خصوصا خطورة ده إيه الأطفال اللي هم عندهم سنتين وأنا فاكرة أن أنا يعني مسيطرة على المحتوى ده وبحط التلفون قدامه أو حتى التلفزيون مظبوط طبعا وأنا مش هنا بتكلم عن منع يعني أنا بتكلم عن نظام حياة يعني أو نظام استخدام أو نظام تفاعله مع الجهاز أو استخدامه الإنترنت فبالتالي أنا ما بتكلمش عن معنى عن ما قدرش أمنع جيل جديد من أنه يستخدم الموبايل أو يستخدم الألعاب الإلكترونية أو يتصفح أو خلافه ولكن لازم أحط له إطار وعدد ساعات معينة لغاية لما يتعود على إطار معين وعدد ساعات معين وسلوك معين ودي فرصة بقى لتهيئة الطفل ده أنه يبقى إنسان يعني أو شخص طبيعي هنا ده جانب جانب آخر بقى أن أنا بيتفرج على إيه بيعمل إيه بيستخدم إيه ده رقابة مهمة جدا أن الأب والأم يبقى مطلعين على سلوك الطفل أو ابنه أو بنته على الموبايل وده إحنا بكل بساطة بنقول في حاجة سهلة جدا أربط موبايلك بموبايل طفلك لو أنت هتدي له جهاز موبايل حضرتك أعرف هو بيعمل إيه ليه لأن إحنا شفنا جرائم وكوارث وفكرة ابتزاز الأطفال في سن صغيرة والابتزاز الجنسي حتى لأطفال في سن صغير وألعاب بتخلي واحد ينتحر كمان بعض الألعاب اللي إحنا شفنا حالات انتحار شفنا بيتصفح بعض المحتوى اللي مشجع مثلا ليه المثلية الجنسية وأشياء منافية ومخالفة لثقافة المجتمع فبالتالي لما أنا أبني المحتوى أو هو بينشأ على محتوى بيشوفه غير ملائمة لثقافة الأسرة المصرية من سن صغيرة جدا طب أنا هنتظر إيه لما يبدأ بيجبر هل ها استطيعنا غير سنوكه صعب يعني بشمهندس فكرة المحتوى البديل إزاي أصنع أو صناعة محتوى بديل خلاص إحنا الشاشة أو الإنترنت بقى مونصر مهم جدا في حياتنا يعني بنتعلم من خلاله بنشوف بنتسلى بنهرب من وقعنا من خلال الإنترنت والسوشيال ميديا إزاي بقى أقدمه المحتوى البديل أنا هنا كأب أو حتى كصانع محتوى إزاي بقى محتوى تعليمي فيه طرفيه بس بقى تعليم مع طرفيه محتوى يبني عقله ويبني شخصيته أنا هنا دوري كأب وأم إيه وكمان كعاملين ومشتغلين في تكنولوجيا المعلومات إنهم يقدموا محتوى محترم للطفل خليني أقول لحضرتك ودي حاجة الحقيقة أنا أتمنىها صناعة المحتوى الجيد صناعة مهمة جدا 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 وأنا بقول بدل ما أمنع لأننا الحقيقة أمنع عن إيه ولا إيه فالمنع دايما أو مواجهة ده بإن أنا أبني محتوى جيد يتماشى مع اهتمامات السن الصغيرة دي من فعش أن أعمل محتوى غير جاذب مثلا السن الصغيرة دي ماهو برضو هيتركه ويروح تاني للمحتوى الساي فبالتالي للأسف الشديد أن المحتوى الجيد في مقابل المحتوى الساي لسه ضعيف جدا بشكل كبير وعلى مستوى العالم يعني ومش جذاب وأنا بكلم أنا على محتوى العربي بقى لأن إحنا الحقيقة يعني أنا دايما بقونادي بقول أنا نتمنى أن يبقى فيه مشروع كده يعني مش لدولة بعينها لكل معظم الدول العربية تشترك فيه لبناء وصناعة محتوى عربي للأطفال ألعاب إلكترونية محتوى جاذب للأطفال مش لازم يبقى محتوى تعليمي بشكل مباشر لأن الحقيقة الطفل أو سن صغيرة ما بقاش بينجذب للحاجة اللي هي المباشرة هو عايز يشوف في السياق وإطار معين ولكن برضو عندنا هنا الحمد لله في بعض المنصات اللي هي التعليمية اللي هي بتعلم الطفل شيء في مقابل أن تدي له فرصة أنه بيلعب أو بيستخدم ألعاب إلكترونية هدي مثال وهسفر اسمه لأنه حاجة يريد كله يجربها مفتوحة المصدر اللي هو سكراتش والحمد لله في بعض المدارس بدأت تدرجها في المعامل الخاصة بيها ده تطبيق يقدر من خلاله يكون يعني بدل ما هو بيلعب ويبقى مستخدم لا يبدأ يشارك في صنع لعبة إلكترونية بسيطة فبيتعلم هنا برمجة من سن صغيرة جدا وبالتالي المحتوى اللي موجود على المنصة في محتوى بقى بصري جاذب جدا للطفل زائد أنه هو بيبقى مصوط قوي أنه هو بيشارك في صنع مثلا لعبة إلكترونية حتى لو هي بسيطة فبالتالي أنا يعني باخد من عدد الساعات اللي بيقضيها في محتوى مالوش أي فايدة إن أنا لو خدت بس أنه قاعد ساعة أو ساعتين على هذه المنصة أو هذا التطبيق وعمل بروجيكت أو يقدر يعمل محكوات ومشروع مشترك فبالتالي أنا كده خدت يعني ساعات كده أو ديت له حقيقة محتوى مفيد علمته إحنا بنتمنى أن الأطفال وبالنادي ده أن الأطفال في سن صغيرة قادرين على أن هم يتعلموا برمجة عايز أقول لحضرتك من سن ست سنوات سن ست سنوات تقدر تدخلوا في بروجيكت يعني بيتعلموا الروبوتكس اللي هو الروبوتات وبرمجة الروبوتات من سن صغيرة جدا فبالتالي مهم أن أنا أفهم أن في محتوى وفي منصات قادر أن أنا أوفرها لابني أو بنتي بديلة عن وبعد كده تدريجياً هيبقى مهتم بالشيء المفيد أكتر من يقبله على المحتوى الساجن طيب أنا كأب وأم دلوقتي مسؤوليتي إيه أن أبني تحت 12 سنة ما يبقاش عنده حساب على أي موقع من موقع التواصل الاجتماعي أيًا كان إنستجرام فيسبوك تيك توك بالذات لأنه أنا النهار ده بجد أنا بحس يعني الملاقي طفلة صغيرة أو طفل صغير يعني عنده حساب وأكتف وفي إيه يعني طب بيخرج يلعب في النادي إمتى بيذكر إمتى أنا بشوف الأخطر من ده أن بشوف سن 8 سنين و 7 سنين مع موبايل يعني يجي لا ده عادي ده العادي يعني مع موبايل مستقل فدي الحقيقة يعني يعني دي أنا المفروض أمنعها تماما يعني مش المفروض أن أنا ألبي لكل ابني طلباته بشكل أن أنا أضره في الآخر فما ينفع طبعا ممنوع يعني لو الإجابة قطعا كده ما ينفعش يبقى ابني عنده 8 سنين 7 سنين وأجيب له موبايل مستقل حضرتك بتقوي حساب على المنصات أوسكتماعية يعني من ضمن قيمة الممنوعات ما ينفعش ما ينفعش نعمله حساب وشوفنا نمازج وبأكد نمازج كثيرة جدا تعرضت لي الابتزاز بالضبط لأنه بيتكلم مع غرباء وفكرة النواب يبقى في عالم وقافل عليه قطو أو موجود منعزل ودي فرصة لحد غريب يتكلم معي على المسانجر يبدأ يتواصل معي يكتذبه إلى مكان آخر افتراضي ويبدأ يتكلم معي يبدأ يدينه محتوى معين يكتذبه يتصياده وخلافه ويبدأ يدخله في إطار جريم ينفع أسفين محمدين ينفع أدريل وموبايل ليعمل من عليه حساب يعني ينفع من موبايل أو يبقى عندي أكسس على الحساب بتاو السن الصغيرة دي المفروض لا يقبل على التواصل الاجتماعي ويبقى لي غير موجود على التواصل المنصات التواصل الاجتماعي نهائيا حتى لما ييجي أتصفح حتى على بعض المنصات المشهورة مثلا زي يوتيوب وخلافه هناك بعض المنصات البديلة اللي فيها ضبط للمحتوى الموجود لأن هذه المنصات الحقيقة للأسف المحتوى الموجود فعلا محتوى سائق جدا وحتى لو هو كرتون أو أطفال أو خلافه هناك محتوى بصري داخل هذا المحتوى مشجع الحقيقة من ضمنها حاجات زي المثلات الجنسية في معظم المحتوى الموجود بشكل غير مباشر الطفلة هيدر يوصلها طب ده كلام جميل جدا طب نطبقه على الأرض الواقعة إزاي يعني ده برضو سؤال الأباء والأمهات في بعض الأحيان هما بيعودوا على الموبايل ساعات يعني وهو المفروض يبقى بيقدم القدوة لولاده في مفهوم كده التربية الرقمية أو بيسموه التربية الإعلامية أو الرقمية أنا أعلم حتى الناس الأباء والأمهات وحط ده في بناهج التعليم حتى الدراسية إزاي أتعامل مع المجتمع الرقمي الجديد ده إزاي أتعامل بشكل فيه ستوب رشيد هل إحنا ما عندناش التربية الرقمية دي ما تعلمناش إزاي نتعامل مع التكنولوجيا الجديدة وده نعمله إزاي فاندم عشان الأجيال الجديدة الأباء اللي حيبقوا في المستقبل يعرفوا يتعاملوا مع التكنولوجيا من ناحية ومع ولادهم من ناحية تانية هيدا حركة مثال بسيط في الطيارة كده مش وحنا قبل ما نقلع بالطيارة بيقولك انقذ نفسك يعني لو حصل حادث انقذ نفسك قبل ما تنقذ اللي جنبك لأن انت لو ما قدرتش تعمل ده مش هتنقذ اللي جنبك فبالتالي نفس الفكر مهم جدا أن الأسرة الأب والأم لازم يبدأوا بنفسه يعني برضو ما ينفعش يبقى الأب والأم قاعد على 8 ساعات قاعد في البيت أو الأم قاعدة لمدة 8 ساعات على الإنترنت وتترك ابنها بدون تواصل وبدون ما تبدأ يبقى فيه تفاعل ما بينه وما بينها فبالتالي نفس الفكرة ما هو شايف الأب والأم قاعدين عمصات تواصل اجتماعي وقاعدين على الإنترنت فبالتالي هو برضو مقبل فبقى نمط البيت كله كل واحد ماسك الجهاز وقاعد على الإنترنت فبالتالي مهم إبقى الوعي أنا بقى بضيف على حركة قولته ده الوعي الرقمي الوعي الرقمي هو الأساس إن أنا لما نشأة البيت نفسها أعمله إزاي بقى؟ أعمله في مجتمع إزاي؟ أولا فكرة استخدام منصات وصل الاجتماعي بشكل لا نهائي على مدر اليوم لازم عدد الساعات إلى الآن في الإحصائيات عشر ياربع عشرين الساعات بتزيد فبالتالي الإقبال الكبار الأدلت يعني بنتكلم في الكبار بقى مش صغيرين بنتكلم أنهم عدد ساعاتهم بتزيد فبالتالي إحنا وجودنا على منصات وصل الاجتماعي مش المفترض ناتب المدة دي كلها ليه؟ لأن أنت بفاضل كام في يومك يعني حركة مشتار كام ساعة هنفترض 8 ساعات وده يعني الحد الطبيعي طب 8 ساعات التانيين عيدهم على منصات وصل الاجتماعي طب ده أكام مع أولادك نعم بقى يا دوب مع نشاط في البيت يا فاندم ده حتى قبل ساعات النوم إحنا منتصفح خلينا منطقين نتصفح فبالتالي بتقوم الصبح حتى تعبين جدا ومرهق لأن مسألة تصفح اللانهائي للمحتوى هبسطها مش راح نتفرج على فيلم كده ومستمتعين بعد مرور ساعتين من الفيلم بنقوم حاسين نحن كسلانين مش قادرين نبدأ نستعيد طاقتنا ده أقل التأثير من تصفح المنصات وصل الاجتماعي بشكل نهائي وبالتالي مهمة بيعندي مشروع كده وعلى فكرة هذا الكلام بحاوله طبقه على نفسي يعني أنا مش بقول إن أنا مثلا بعمل عكس لا أنا كلنا في هذه المشكلة فبالتالي لازم يبقى عند حركة إصرار تماما إن حضرتك حتى أنا بعمل إيه ببدأ أصبط توقيت الشاشة يعني بالضبط على أن أنا أقول قدي مثلا ساعتين منصات وصل الاجتماعي خلاص يبدأ الموبايل يقفل منصات وصل الاجتماعي هنا أنتبه إن أنا خلصت الساعتين بتوعي بس فيه قرار هنا بيقول لحضرتك عايز تكمل ولا خلاص كده هتضعف هتضعف هتقول لأي نور هتتجاهل ده بس على الأقل عند حضرتك رغبة زي الرياضة بالضبط رغبة أن أنا أبدأ أبعد عمل الصات وصل الاجتماعي بشكل معين أستسمر بقى الساعتين تلاتة لو وفرتهم دول في إيه أتعلم شيء أنا أنا بكلم عن الأب والأم أعرف أسمع إيه تكنولوجيا جديدة إيه مثلا لو عايز أعلم ابني برمجة أو أبدأ أشوف إيه المفروض يتعلموا إيه بني الزكاة الاصطناعية ده عبارة عن إيه أبدأ أوجه نفسي فبالتالي بقى أبدأ أن أنا فيه لغة هنا ما بيني وما بين ابني أو بنتي فبالتالي لما ابني وبنتي حيشوف الأب والأم بدأوا يشتغلوا على نفسهم في هذه المسألة فبالتالي هتنتقل نفس الفكرة لهم الحاجة التانية عندي فترة الصيف فترة دي فيه برامج ممتازة جدا والحقيقة متميزة بتعلم أولادنا البرمجة ومن سن صغيرة وشايفين مبادرات بتطلقها وزارة التصالة كونجا معلومات اللي هي أشبال مصر الرقمية وأبراع مصر الرقمية هذه المبادرات بتقدم بشكل مجاني لسن صغيرة مهم جدا أن أنا أبدأ أدخل أولادي في هذه البرامج والمبادرات لأن فعلا هتغير في سلوككم بشكل كبير جدا